وهو الزمالك بيكسب الكونفيدرالية او بعد ما كسب الزمالك الكونفيدرالية نقدر نقول دلوقتي انه الزمالك لسه عنده نواقص طبعاً اكيد نواقص كتير اه طبعاً كتير اه كتير وانت بتفرج شايف الزمالك يخش فاطل الانتقالات اللي جاية محتاج لعيبة فأني ملاكز يعني فاطل الانتقالات دي اللي موقوفة هي قالوها هي لو اتفكت طبعاً يعني محتاج طرفين هم الباكين مع عمر وفتوح ومحتاج سرد باكين يبقى انت كده عندك حواليه اربعة او الوينش خمسة محتاج كمان اطراف هجومية محتاج رأس حربة مع سيف الجزيري لا يعني محتاج في كل الاماكن في كل الاماكن اه طبعاً ما قلتليش على احراس المرمى ما هو انا برضو احراس المرمى اه اه عملالنا اه يعني اه مش عاملة مشكلة بس مش مفهومة هل انت يعني صبحي وعواد مكملين ولا مش مكملين لو مكملين خلاص انت مش محتاج حارس مرمى لو واحد منهم مشي بقى انت محتاج واحد لو الاتنين مشيوا هتبقى محتاج اتنين فانت انا لغاية دلوقتي بصراحة مش فاهم ايه الوضع صبحي وعواد خلال فترة مشاركاتهم مع الزمانك الفترات المضاية الاتنين مقنعين بالنسبة لك لا لان هما الاتنين عندهم نفس الاحساس بتاعي هو مش عارف هو قاعد ولا ماشي ولا مكمل ولا مش مكمل ولا م ده اكيد يعني فعمره ما هيقدم مستويات كويسة طول ما هو عنده الاحساس ده عنده مشكلة في التركيز طبعا اكيد اه اكيد غصبا عنه يعني انت انا هركز في ايه ولا في ايه انا قاعد ولا مش قاعد ولا مكمل ولا مش مكمل يعني فكرة اللي هي انا ضايق لما الناس اتكلمت وقالت انه اخر موسم يعني اما اسمعا قابليها بيوم انه ده اخر موسم ليا وتاني يوم عايز نلعب وبالعب في مكان غير مكاني وانت بتتحيل علي عشان نلعب في المكان ده طب انا هقدي ازاي اما انا هزهر بالصورة اللي هو هزهر بيها دي ففي حاجات بتبقى غصبا عن اللاعب يعني هو اللاعب لازم يبقى مستقر ولازم يبقى نازل مركز مليون في المية في المباراة ما عندهش اي حاجة تانية خارجية بيركز فيها ناصر ماء ده ايه في اللي بيقدمه الفترة الخير اه طبعا اه طبعا ناصر ماء ده برضو من مواهب الولاي اه طبعا مواهب الجميلة يعني اه اه احمد حمدي طبعا العيب العيب كبير مبينيش فيه طبعا وصارة كبيرة طبعا اه اه